أدنت واشنطن اختبار كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقرارات قبلة ساحلية الشرقية كما أعلنت كوريا الجنوبية الرد باختبار صواريخ عدة لإرسال رسالة إلى جارتيا الشمالية بأنها على أتم الاستعداد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جينساكي في بيان يمثل هذا الإطلاق انتهاكاً صارخاً لعدة قرارات لمجلس الأمن تابع للأمم المتحدة ويزيد التوتر من دون داعاً ويهدد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وأضفت ساكي أن الباب لم يغلق في وجه دبلوماسية لكن كوريا الشمالية يجب أن تتوقف على الفور عن الأفعال المزعزة على الاستقرار حسب قولها وأشار محللون إلى أن الاختبار كان لما يسمى بالصاروخ الوحش أو هو الصونغ 17 وهو نظام جديد من الصوريخ العابرة للقرارات لم يتم إطلاقه سابقاً كما أفادت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ أن الزعيم الكوريا الشمالي كيم جونغ أونغ أشرف شخصياً على اختبار نوع جديد من الصوريخ الباليستية العابرة للقرارات من جهته يعتبر الزعيم الكوريا أن السلاح الجديد سوف يؤدي بشكل موثوق به مهمته وواجبه كرادع قوي للحرب النووية